بمناسبة ذكر ارتفاع الصليب المقدس رمز المحبة والتضحية وانتصاف الصوم المقدس رفع صليب بارتفاع 18 متر أمام كنيسة ماريلياس للسريان الأرثوذوكس في بلد فيروزا شرق مدينة حمصة كما ترأس المطران سلوانوس بوتروس النعمة قداسا إلهيا بهذه المناسبة شاركه لفيف من الكهنة بحضور حشد كبير الصليب هو رمز للمحبة والتضحية وعلى منوال ورسالة سيد المسيح قدم الأباء الرسل والقديسون وشهد ذواتهم في سبيل هذه المحبة هذه المحبة التي نلمسها اليوم من أبنائنا في كل هذه الأرض الطيبة وطننا الحبيب السورية في هذه الأرض التي جاء إليها السيد المسيح وباركة هذه الأرض التي نعتز ونفتخر بها كسوريين وكمسيحيين بأننا مجذور هذه الأرض ومن عماق هذه الأرض وتاريخنا متجذر فيها فنحن بهذه العلامة نحث أبنائنا على البقاء وعلى الصمود وعلى تحدي كل الهجمات التي تحاول النيل من هذا الوطن لكي تزعزع الإلفة والمحبة حبيت أقدم هذه الصليب ذكرى لجذورنا المسيحية بها القلب بلد ومنظل تشاب فينا بها البلد وما ما تغربنا وما نرجع بلدني سوريا الحبيبة هي أول وآخر بلدني يطيب لنا بأن نؤكد بأننا نحن سوريون متأصلون متجذرون بهذا البلد الغالي المقدس سوريا كنا وسنبقى سوريين كنا وسنبقى مواطنين أصليين مهما أراد لنا العدو أن نبتعد عن أرضنا لا بد وله أن يعي يوما بأننا لن نقوى حتى ولو أردنا الابتعاد لن نقوى لأن روحنا في هذا البلد سوريا هي موطن مقدس لنا وهكذا ستبقى حتى تتحرر كل أراضيها والجولان الحبيب الذي هو سوري وسوري بامتياز نعتبر هذا اليوم هو إشارة النصر الذي يترافق مع نصر جيشنا البطل في كافة ساحات الوطن ونتمنى بهذه المناسبة وبشافاعة هذا الصليب أن تعود كافة الأراضي قائد الإرهابيين إلى حضن الوطن وأن يعود جلاننا الحبيب أيضا إلى حضن الوطن بهمة جيشنا وقائدنا البطل يذكر أن الصليب قام بالتبرع به أحد أبناء البلد المغتربين في تأكيدا على ارتباط السوريين بوطنهم وتمسكهم بهويتهم التي كانت وما زالت مهدا للديانات السماوية ومنطلق الحضارات البشرية وأرض للتآخي والتسامح والنسيج الاجتماعي القوي فوطن يملك كل تلك المقومات لن ينال منه الأعداء وسيبقى رمزا للحضارة والسلام اشتركوا في القناة